فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فهذا وعد ووعيد وعد للمؤمنين الذين تمسكوا بوحي الله واستقبلوا الكعبة فأنهم سيواجهون الله عز وجل ويجازيهم على إيمانهم وسيأتيه الذين خاله أمره وعتوا عن أمره وسيجازيهم على إعراضهم سيجازيهم على إعراضهم هذه المسألة مسألة الدنيا وتنتهي وكل يتبع ما يشتهي وينفذ رغباته وتنتهي الأمور لا هناك تصفية حسابهم القيامة كل يواجه ما عمله وما قدمه لنفسه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات يعني بادروا بادروا إلى امتثال الطاعات لأنها تفوت أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فالله جل وعلا يجمع الخلائق يوم القيامة ويحشرهم في مكان واحد للعرض والحساب والجزاء وكل يلقى حسابه فلا يظن هؤلاء أنهم إذا نفذوا رغباتهم وأهواءهم أنهم سيهملون ويتركون ولا يقع في نفس المؤمن أن عمله سيضيع قال الله جل وعلا في أول الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس لأنه لما نزلت هذه الآيات وحول القبلة إلى الكعبة تأسف بعض المسلمين على الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فالله طمأنهم قال وما كان الله ليضيع إيمانكم لأن صلاتهم إلى بيت المقدس قبل النسخ صلاة صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى فلا تخشوا عليهم إن الله بالناس لرأوه رحيم ثم إنه بعد ذلك أمر نبيه أمرا جازما فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون هذه تطمين للرسول وتطمين للمؤمنين في أنه لا تضرهم مخالفة اليهود والنصارى بل الواجب عليهم ذلك أن يتبعوا الحق وأن لا يعبأوا باليهود والنصارى ولا بغيرهم ترجمة نانسي قنقر